السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الزمالك رفض أفا بأوامر أسوريو لهذا السبب الزمالك تراجع عن صفقة مرزيق برامج يزاحم الزمالك في صفقة بن شرقي كشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة ما تردد في الساعة القليلة الماضية حول تفاوض الزمالك مع أحمد أمين أفا مهاجم فريق أمبي لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وأكد المصدر أن الزمالك لم يدخل في مفاوضات مع أحمد أمين أفا أو نادي أمبي لضمه وشدد المصدر على أن الكولومبيخ وكارلوس أسوريو المدير الفني للزمالك طلب ضم مهاجم أفريقي ولم يطلب ضم أي مهاجم محلي وكان أسوريو استقر على رحيل البنيني سامسونك كينولا المنضم للزمالك في مطلع الموسم الحالي قادما من كراكاس الفنزويلي بسبب تراجع مستوى ابتعد حسام الدين مرزي إلى فريق شباب بلوزانة الجزائري عن الصورة للانضمام إلى صفوف فريق الزمالك خلال الموسم المقبل وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن السبب الرئيسي لخروج من الصورة هو استمرار عقده مع شباب بلوزداد وهو ما يتعارض مع سياسة الزمالك والمتمثلة في التعاقد مع أجانب منتهية عقودهم من أنديتهم وأتعقد لجنة القرى بالزمالك سلسلة من الاجتماعات في الساعة الجارية لوضع خطة الصفقات للموسم الجديد وتحديد المراكز التي يحتاج الفريق لدعم فيها ويستعد الزمالك لملاقات فريق المحلة اليوم السلساء ضمن منافسات الدوري المصري نادي برامز قدم عرضاً رسمياً لتعاقد مع أشعب بن شرقي لعب الجزيرة الإماراتي خلال المركات والصيفي الجاري سالم الشمسي مالك نادي برامز صاحب الجنسية الإماراتية لديه رغبة في تدعم الفريق بشكل قوي ولذلك يسعى لعمل اسكوال قوي وبرامز يسعى لضم طارق حامد وإمام عشور وأيضاً بن شرقي الذين وعدوه بحصوله على نفس راتبه في الجزيرة الإماراتي وهناك كلام حول إمكانيات ضم بن شرقي على سبيل الآرى وبرامز بدأ يكثف مفاوضاته لضم بعض اللاعبين وأشعر إلى أن برامز اقتنص سنائي الزمالك صيف جعفر ويوسف أسامة بعدما سبق وضم لعبين من الأهل أمساً رمضان صبحي وفتحي برامز متمسك بتواجد صيف وأسامة ورفض رد العروض بل وطلب بتقديم عروض رسمية حال رغبة الزمالك في استعادة اللاعبين مدافع جزائري على ردار أساريو لمنافسة أشرف ومسور ميدو يزفو بشرت خير للاعبين الزمالك قبل العيد